المشتركات التي يخبرها من عاش هذه التجربة العجيبة تجربة مشارفة الموت أول شيء انفصال النفس عن البدن الطفو فوق البدن كل شيء في المحيط الشيء الثالث على هذا مهم المرور إما بنهر وأكثرهم لا يمر بنهر إنما أيش بنفق هذا النفق يكون مظلما في أوله وينتهي في آخر يأول نهر ينتهي بنور آسر نور آسر جميل جمز ذوتي يصفوه يقول مثل مثل أقوى ما يكون من أشعة وضياء الشمس حين تقع على مرج من الثلج خلية أنت الثلج الأبيض ويقع على شعور الشمس كيف يصير باهر يحرق العين قال لكن من غير أن يؤذي عينك تنظر فيه أنت مرتب كمان من الأشياء المشتركة المهمة عرض الأعمال وتعرض عليك أعمالك كله ترى من خير من شر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاء كمان المشتركات المهمة أنهم يروا بعض معارفهم وأحبابهم وأحياناً أناساً لا يعرفونهم لكن ماذا؟ يثقون بهم هذا تقريباً ما تستطيع أن تقول فوق التسعين في المائة في فئة قليلة ممكن عشرة أقل من عشرة في المائة سبحان الله اللهم لا تجعلنا منهم قال لك يخبرون أموراً مختلفة ناراً ولهيباً وصراخاً وأجسام بشعة قال لك وأشياء بشعين وناس كانوا يعرفوهم في الدنيا كانوا أولياءهم في الشر وأولياءهم في الإثم والفحش قالوا نشوفهم في الأول يكون صورة عادية فجأة ينقلب في أبشع صورة يريد أن ينتهمني أو يعني يعتدي علي أو يأخذني معه إلى النار أو إلى الجحيم شيء قال مخيف مرعب هؤلاء الأشرار على فكرة وهذا لا يحصل إلا إلى الأشرار وهذا يكون أنا عارف حالي أنا شرير كنت وقت ببعيد أنا كنت وقت وشرير وعايش حياة بالطيب العرض هيك اللي شفته والحمد لله الله أعطاني فرصة أني رجعت برجعوا بنصالح منهم من ينصالح تماماً ومنهم اللي غالب عليه الشقار ويقولك هلوسات كنت بهلوس